بسم الله الرحمن الرحيم القضاء اللي اتخذوا ضد محمد رمضان كائلا لسه اللي جاي يوم ستة اغسطس في دعوة في المحكمة الاقتصادية للمطالبة بتعويض وفي نفس اليوم في دعوة مدنية. واوضح الطيار انه اقام تلت دعوي قضائية ضد محمد رمضان. صدر اليوم اول حكم نافيا وجود اي اتصال مع محمد رمضان منذ بداية الازمة. وقال ولا اتصل بي قبل القضية ولا بعدها. ولا في اي تفاوض والطريق دلوقتي هو القضاء وان شاء الله هيجب لحقي واصدرت محكمة الدق الجزئية اليوم في القضية رقم 4584 لسنة 2020 جنح الدق حضوريا بحبس الفنان محمد رمضان محمود حجازي سنة وكفالة 10 تلاف جنيه وغرامة 20 ألف جنيه. بتهمة سب وقصف المجن عليه الطيار اشرف سعد محمد أبو اليوس والمعروف اعلاميا بالطيار المفصول وكان الطيار المفصول قد اقام دعوة سب وقصف ضد محمد رمضان واللي اتهموا فيها بنشر فيديوهات على موقع الانترنت تمس وتسيء الى سمعته وتمثل سبا وقصفا. واقامل محامي مجد حلمي وكيلا عن الطيار دعوة قضائية ضد محمد رمضان بعد نشر فيديوهات تؤدي الى توجيه الجمهور والرأي العام الى المساس والإساءة بسمعته شرف ومكانة موكله الطيار وانه ادعى عليه بمطالبة بمبلع 9 مليون جنيه ونص والاستهزاء به اثناء تصوير احد اعماله داخل المستشفى بحسب رواية مقدم البلاغ وكان من المكرر ان تصدر المحكمة حكمها في الدعوة يوم الاربعاء الماضي الى انها قررت مد اجل الحكم للخميس حيث اصدرت قرارها السابق ترجمة نانسي قنقر